أهلا بحضراتكم والتلفزيون المصري في المركز القومي للبحوث المركز العريق دكتورة هناء عبد الباقي أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية النباتية معهد البحوث الزراعية والبيولوجية شرفتونا احنا النهاردة بنتكلم عن علم الحمد لله بفضل ربنا وبفضل مجهودات المركز القومي للبحوث بقى التحالب الناس في مصر تعرف يعني ايه التحالب واشهر حاجة لسبايرولينا وبقهم يعرفوا فوايدها في الحقيقة مجال التحالب علم كبير أبسط تعريف ليه هو التحالب البحرية اللي موجودة الريم اللي موجود على الشواطق بتاعتنا اللي موجود على ضفاف النيل في منها طبعا تحالب بحرية فيه تحالب مياه عزبة فيه تحالب بتنمو في الملحات احنا عندنا صروة كبيرة ربنا حابئنا بيها البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر عندنا صروة كبيرة متنوعة من التحالب سواء التحالب الماكروالجي او متعددة الخلايا والتحالب المايكروالجي تختلف اهمية التحالب وتقسمها حسب الالوان بتاعتها عندنا التحالب الخضراء والتحالب البنية والتحالب الحمراء والتحالب الزهبية مجال واسع كبير ودي صروة كبيرة ربنا حبانة بيها فاحنا بدأنا نشتغل فيها منذ زمن طويل يمكن اسات زيتي الكبار هم استاذ الدكتور مصطفى الفودي هو من ادخل علم التحالب الى مصر وطبعا هي صروة كبيرة على مستوى العالم كله بيستفيدوا منها سواء في مجال الادوية سواء في مجال التغذية الحمد لله ان احنا بدأنا في مصر من خلال المركز القومي للبحوث ومن خلال كان ليا شرف ان انا كنت باحث مشرف على مزارع من خلال تعاقدات مع المركز القومي للبحوث وبدأ تزرع وتنتج في مصر التحالب وخاصة سبيرولينا على مستوى تجاري اقتصادي وبدأت الناس تعرف اهميتها طب ايه اهمية التحالب واحنا ليه بنزرع احنا قلنا في البداية ان التحالب بتتقسم حسب النوع بتاحها التحالب الماكروالجي او عديدة الخلايا والتحالب المايكروالجي اللي بتتزرع في مزارع ودي حسب الانواع بتاعتها واهميتها احنا انتجنا منها مواد كتيرة جدا لها اهمية كبيرة زي الالوان بتاعتها الغنية بيها الوان طبيعية وكلنا بيعرف مدور الالوان الصناعية اه وخاصة ان المستهلك بتاحها هو اطفالنا الصغيرين اللي بتجذبهم الالوان في الحلويات والمغبوزات والمأكولات بتاعتهم والايس كريم والعصاير فالالوان الصناعية اقل ما تسببه لهم من ضرر هو الحساسية وفقدان الشهية الكل يقول ان الولاد مش عايزين ياكلوا انه هما بيتجهوا ناحية المواد الغذائية الملونة فطيب احنا لو جبنا الوان طبيعية وطبعا هي موجودة في السوق العالمي وموجودة في مصر بس اسعارها غالية جدا سواء الحلويات سواء الايس كريم سواء الكاندي البومبوني والحاجات دي اللي ملونة بالوان طبيعية غالية جدا احنا اطفالنا علينا ان احنا نوصلهم كل اللي هما بيحبوه بوسيلة رخيصة ومفيدة فبدأنا نفصل الالوان اللون الازرق واللون الاحمر واللون البني واللون الاخضر من التحالب هي مش مجرد لون لا ده هي لون طبيعي وبتقينا من الامراض كلنا ساعة ازمة كورونا كنا بندور ايه يرفع المناعة ايه يحمينا من الامراض الالوان دي بعضها بيرفع المناعة وبتعمل كمضادات للأجسدة وكل الشعب المصري واهلنا بقوا عارفين يعني ايه مضادات للأجسدة وبقوا عارفين يعني ايه انه هما لازم يكلوا طبق الصلطة اللي فيه الوان كتيرة ومختلفة الفلفل الالوان الطماطم والخيار والخضروات كمان فصلنا من التحالب حاجات كتيرة مهمة بقى على مستوى اه التصنيع او نقول شركات الادوية اه نقول فصلنا منها مضادات للميكروبات اه فصلنا منها اه مضادات للفيروسات اه فصلنا منها الاميجا سري والاميجا سيكس وطبعا انا واثقا ان معظم الاهلنا والشعب عارف فايدتهم وهي موجودين لامراض للحماية من امراض القلب وهي فعلا موجودة في الصيدليات وبتباع بس باسعار غالية جدا فاحنا لو جبنا المصدر المصري بتاعنا هيبقى رخصة تعريف لهم اللي هي زيت كابت الحوت كان زمان كله بياخد كابسولات زيت كابت الحوت اه فعلا اه هي موجودة في منتجات الاسماك اللي هي الاميجا سري والاميجا سيكس طيب الاسماك بتجيبها منين الاسماك بتتغذى على التحالب اذا التحالب هي المصدر الرئيسي للاميجا سري والاميجا سيكس اه فصلنا منها العديد من المركبات التانية اه يعني احدث حاجة فصلين منها اه حاجة زي الجيلي اه بديل للجيلاتين الحيواني مصدر نباتي اه طبيعي مش كده وبس ده هي بتزود مدة حفظ الاغذية اللي هتضاف اليها كمان اه هتمنع المايكروبيت انها هتنمو عليها كمان لما الطفل او الانسان يكلها يكل هذه الاغذية اللي مضاف اليها اه مشبتات القوام ديت اه هتزود المناعة بتاعته وتحميه من الامراض اه في الحقيقة احنا اشتغلنا كتير على التحالب اه يمكن اه من الحاجات الكبيرة اللي بتقرق الدول بقى ازمة الوقود الوقود الحيوي والتلوس يمكن احنا عندنا في مصر حدث عالمي ان شاء الله هيتم اللي هو كوب 27 هيتم في مؤتمر دولي عالمي وسيادة الرئيس السيسي اه دعا كل دول العالم انها تلتقي في شرم الشيخ لمناقشة التغيرات المناخية وازاي نجد حلول للتغيرات المناخية اه كمان التحالب بتقدم حل كبير للتغيرات المناخية سواء انها بتستهلك كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو اللي هو الملوس الاكبر اللي بيؤدي الى الاحتباس الحراري اللي بيؤدي الى تغيرات في درجات حرارة الجو اللي بيؤدي الى تأثيرات كبيرة على النباتات دي من ناحية كمان الناحية التانية انها ممكن نعمل منها اسمدة حيوية بتخلي النباتات تقاوم التحمل التغيرات المناخية زي ارتفاع في درجات الحرارة زي الجفاف زي بتقي الاراضي بتاعتنا من التصحر عمليات التصحر كمان احنا يعني كل العالم مش احنا بس بنشتغل على ازمة المية وازاي ان احنا نجد موارد جديدة للمية بتاعتنا او ان احنا نستخدم مياه البحار في زراعة النباتات الاقتصادية مش هنبقى متفقلين اوي ونقول نستخدم مية البحار كما هي كده لا هنقول استخدام المياه المخففة للبحر وبنستخدم معاها الاسمدة الحيوية المنتجة من التحالب فبتعمل على ان النباتات تقاوم الملوحة وتدي الانتاج زي المية العادية بالزبط ويمكن بتتفوق عليها كمان في بعض الاحيان دي حاجة كمان التحالب بتساهم في حل مشكلة المية من وجهة نظر اخرى التحالب لها القدرة على انها تنمو في درجات بعض الانواع طبعا تنمو في درجات ملوحة عالية جدا وبتمس كمية كبيرة من الاملاح اللي موجودة في المية ازا بعض انواع التحالب بتعمل على تحليط المياه كمان اتكلمنا عن ازمة الوقود الحيوي وازمة التلوث اللي بيعملوا الوقود الاحفوري فالتحالب لها حل في انتاج بعض انواع من الوقود الحيوي زي البيوديزل والبيوديزل بينتج من الزيت بتاع التحالب ومن زيود بعض النباتات الاخرى طبعا لكن الاهمية بتاعة التحالب ان هي ما بتنفسش النباتات الاقتصادية في الزراعة لا على الارض ولا على المية العزبة اللي ممكن تتزرع فيها فاحنا ممكن نزرع التحالب على الوستووتر او على المية الملحة في الملحات او الاراضي الهامشية التي لا تستخدم للزراعة وننتج منها البيوديزل او البيو ايسانول استاذ دكتور قراني عبدالله خليل استاذ المركز الكومي البحوث وعودوا مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز انا اتكلم النهاردة عن نقل وتسويق التكنولوجيا واهميته باحتياجات المجتمع مهروف ان كل دول العالم عشان نمت نمت على اقتصاد قائمة على المعرفة معنى ان اقتصاد قائمة على المعرفة ده دوره ان هو الاقتصاد بيبقى جزء كبير جدا من المنتجات بتاعته او المخرجات بتاعته اي معلمعرفة تكنولوجية فلازم المعرفة التكنولوجية دي يكون لها اساس داخلي يعني ايه اساس داخلي يعني انا كل دولة لازم بيبقى لها بعض التكنولوجي الخاصة بها يعني بعض التكنولوجي الخاصة بها بعض الامكانيات التكنولوجية الخاصة بها الوقتي زي ما اعرفين ان العالم كله فيه مشكلة في موضوع الصبلية الشين الصبلية الشين اللي يسميها سلاسل الامداد يعني ايه سلاسل الامداد دول العالم كتير بتقابل مشكلة مثلا لو كلمنا على قطاع الصناعات الدوائية ان في مشكلة معينة في استراض الخامات الدوائية اللي بتصنع الأدوية على سبيل المسال هتكلم فيها ان في مصر عندها عندنا حوالي 325 مصنع دواء او شركة مسجلة لانتاج الدواء مسجلة في هيئة الدواء المصريين لما حصلت مشكلة كورونا وحصلت النساء السلسل الامداد من الصين وقفت عدد كبير جدا من مصانع تأثر بالموضوع ده لان ما فيش خامات تصنع الدواء احنا عندنا في مصر بنصنع الأدوية بنصنع تبانين في المية من الأدوية بس المدخلات صناعة الدواء كلها تخمسة وسعين في المية منها مستوردة من الخارج يعني خمسة وسعين في المية مستوردة من خارج يعني خمسة وسعين في المية من دخلات صناعة الدواء يتم استراضها بالعملة الصعبة من الصين والهند وبقي الدول العالم عشان نحل المشكلة زي كده ده جانب يعني جانب عدم مثلا وجود مشكلة في العملة وجود مشكلة في في سلاسل الامداد يعني ما ممكن تبقى في عملة بس مشكلة سلاسل الامداد واقفة التي في حروب أو في مسلاً حالة جائحة زي جاحت كورونا أو كلام كده فده بيتأثر. فزي نحل المشكلة ده لازم يكون عندي تكنولوجيا خاصة بي لتصنيع الخامات الدوائية المدخلة في صناعة في صناعة الدواء. فعشان نصنع خامات دوائية لازم يكون عندي مصانع تصنيع الخامات دوائية مصانع كيميائية تصنع خامات دوائية عشان يكون عندي مصانع خامات دوائية كيميائية صانع خامات دوائية لازم عندي علماء يشريفوا على هذا التصليل فالبحث العلمي الوقتي عليه دور مهم جدا لتوفير مدخلات الانتاج او ايجاد منتجات نهائية ايما على منتج بحسي وتطبيقي خارج من المراكز البحثية والجماعات خارج من الاكاديمية عموما يعني فعشان ازود مساهمة البحث العلمي في الكلام من الكلام ده لازم اهتم اعمل شئ اسمها ناقل لتكنولوجي ناقل و كنت لا جدي بتم يتم بتم عن طريقين طي اما ناقل تكنولوجي من المركز البحسي او من الجامع الى خارج للمجتمع او المجتمع الصناعي او الزراعي او الخدمي او بنق المشكلات المجتمع الزراعي والصناعي والخدمي الى المركز الباحثي عشان اتم اجد لها حل لها هزي المشكلة احنا كمكتب تايقوا في مركز بحوز بنشتغل الناحياتين. احنا بنطلع بنساعد الباحثين للخروج مخرجاتهم البحثية ليبقى المنتج البحثي منتج نهائي وبنساعد المصانع والشركات والهيئات اللي عندها مشاكل في الصناعة ان هي تجد بديل محلي للمنتج بتاعها او تجد تكنولوجيا جديدة ايما على مركز بحثي او عندها مشكلة احنا ممكن نحلها لها. طيب ازاي احنا بنساعد البحثين في المركز بحوز احنا بنساعده عن طريق ان هو طبعا البحث بيعمل بيعمل المنتج البحث بتاعه في الاول على مستوى الابس او المستوى المعملي. فعشان يطلع من المستوى المعملي الى مستوى اكبر اللي هو المستوى بيستمعونه بايلوت او مستوى النصف الصناعي. فمكتب التايكو بيستعد البحث في هزي بحاس ان يطور المنتج بتاعه من مستوى المعمل الى المستوى النصف الصناعي. بعد كده بنساعد برضو الباحث ان يطلع من الكلام ده انه يستوى المنتج بتاعه عن طريق الاتصال بجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين اللي موجودة في مصر وموجودة في كل حتة في مصر في كل المناطق الصناعية طبعاً انتاج التحالب والاقتصاديات بتاعته بقى موجود في مصر وبدأت تزرع تتبني وتنشأ مزارع كتير على مستوى كبير وبدأ ينمو الدخل القومي وبدأت تتصدر التحالب بس يعني احنا طموحين يزيد ناتج الدخل القومي من تصدير التحالب لمصر احنا لست في البدايات وان شاء الله هتنمو بسرعة نتكلم على ان التحالب هي صنوعة بايوتكنولوجية بتقوم على البيوتكنولوجي تكنولوجيا الحيوية كلنا عارفين ان الصناعات ديت مش زي الزراعة العادية بحط البذرة في الارض وهي بتطلع لا هي لازم لها اشراف علمي دائم كل يوم في المزرعة في ناس بتاخد عينات وتبص عليها تحت الميكروسكوب وتتأكد من ان هي صلحة للاستهلاك الادمي بتتأكد من المركبات اللي موجودة فيها المركبات المطلوبة لان زي ما هي بنقول هي ممكن تكون حل لمشاكل كتير سواء مشاكل كلتغزوية بتدخل في صناعات الادوية بتدخل في صناعات الدواجن والمشية بتزود الالبان بتاعتها بتدخل في صناعة الاسميدة الحيوية تمام لكن لازم اتأكد من المنتج بتاعها علشان ما تبقاش سلاح زوح الدين بدل ما بنتك حاجة تفيد الناس لا ده انا بدرهم هي دي للأسف ان الناس اللي عملت المزارع مش مستوعبة انها لازم غير اي صناعة اخرى لازم لها اشراف علمي دائم عشان اتأكد من سلامة المنتج بتاعي ويكون على المستوى القياسي بحيث انه ما يدرش حد وانه انا اقدر اصدر ليه